لم تمر مسابقة الأساتذة التي أجريت هذا السبت عبر مختلف ولاية الوطن مرور الكرامة فقد عرفت أخت محمد والغسالة جدلاً واسعاً داخل مراكز الامتحانات فيما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ما أسموه بمسابقة القرن أسئلة امتحان اللغة العربية في الطور الابتداء التي تمحورت حول عائلة اشترت غسالة ووجدت مشاكل في توصيل الكهرباء الفيسبوكيون قاموا بالإجابة عن الأسئلة بسخرية معتبرين ذلك استهزاء بالمترشحين الذين لم يتوقعوا هكذا أسئلة خاصة أن وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت قالت أن على المترشحين تحضير أنفسهم بشكل جيد وفي نهاية الأمر تجد أسئلة مثل هذه تخجل منها الوثيقة التي احتوتها قبل المترشح هو التعليق الذي نشره أحد النشطين ورد عليه آخر في نظري أعتبرها مهزلة واستهزاء بمكتسبات المترشح أين الأسئلة التي تخص كيفية التعامل مع التلميذ؟ أين أسئلة الحوار النفسي حتى يتبين لنا من يستحق أن يكون أهلاً لهذه المهنة؟ فيما اعتبره آخرون تشكيك في مستوى المترشحين وبعيداً عن الانتقادات التي وجهت للأسئلة فهناك من رأى بأن ما جاء في ورقة الامتحان هو المنهج السليم لمعرفة القيمة الفكرية المناسبة لمعلم المستقبل الذي لا يتوسل أصدقائه عبر الفيسبوك كي يساعدوه في إعراب جملة كما حدث أمس فمن يصبح أستاذاً عبر الغش بتقنية الجيل الثالث لا يمكنه طربية الأجيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر